موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الأخبار من يوم الشباب والتي نستهلها بالعنوين الجيش والمقاومة بتاعز يواصلان تقدم بجبهات شمال وغرب المدينة ومصرع قيادي حوثي وعدد من عناصر الميليشيا مقتل قيادي من ميليشيا الحوثيين في معارك شارسة في البيضاء موسيقى محافظ صنعاء يدعو قبائل طوق العاصمة إلى عدم الإنجرار وراء الإنقلابيين لتحويل مناطقهم ساحة دماء موسيقى أهلا بكم أصدر الرئيس عبد الربو منصور هادي قرارا بتعيين العميد ركن توفيق محمد عبدالله القيز قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بشمال البلاد وحسب مصادر عسكرية فقد تم ترقية العميد القيز الذي السابق وأن تولى مدير مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رتبة لواء ركن وتولى العميد القيز أركان خفر السواحل اليمنية بقرار جمهوري في العام 2013 وهو خريج الأكاديمية العسكرية العليا وأستاذ في الكلية الحربية بصنعاء لثمان سنوات وعمليات الفرقة الأولى مدرع كما قاد العميد القيز عدة معارك عسكرية ضد ميليشي الإنقلابيين في محافظة مأرب حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز تقدما في مختلف الجبهات والمواقع العسكرية وقالت مصادر ميدانية إن المقاومة والجيش تمكنوا من التقدم وسيطرة على أجزاء كبيرة في مدارات ووادي حنش وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة وفي حي الدعوة تمكنت المقاومة من كسر هجوم لميليشيا الحوثيين على حي الدعوة بتعز شرق المدينة وقتلت ثلاثة من عناصرهم وأوقعت عددا من الجرحى إضافة إلى تكبيدهم خسائر مادية أكد مصدر عسكري مصرع قائد كتائب الموت الحوثية ذياب علي أحمد أبو نسران إثر المعارك العنفة التي شهدها جبلهان غربية مدينة تاعز وأوضح المصدر أن المدعوة ذياب علي أحمد أبو نسران لقي مصرعه في مواجهة مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غربية تاعز لفتا إلى أن الصريع هو قائد كتائب الموت الحوثية وأشارك في عملية اقتحام الفرقة الأولى مدرع بصنعاء وقائد كتيبة اقتحام دار الرئاسة بصنعاء أيضا وأشار المصدر إلى أن أعدادا من الميليشيا لقوا مصرعهم بينهم أيضا القيادي المدعو هاشم يحيى الكبسي في اشتباكات وقصف للجيش الوطني والمقاومة الشعبية استهدفت تجمعهم في الجبهة الغربية تشن ميليشيا الحوثيين والمخلوع هجمات متواصلة على جبلهان في محاولة يائسة لإعادة قطع طريق الضباب تعز من جديد لكن أبطال المقاومة والجيش يقفون لهم بالمرصاد عن مواجهة جبلهان أعد لنا الزميل عبد القوي العزاني هذا التقرير ليس أكثر من محاولة يائسة تلك الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع على جبلهان بهدف قطع طريق الضباب مرة أخرى هجوم ليلي حتى مطلع الفجر وصمود أسطوري لأبطال مقاومة القيش الوطني حتى مطلع الناصر نحن الشباب المرابطين في جبلهان لن نتزحزح عن مواقعنا محمى هاو الحوثيون الضربات على القبل القضائفهم كثيرة جدا متنوعة إلا أن الشباب صامدون صمود القبل هم قبلهم فوق القبال ولن نتزحزح عن أماكنهم حتى يدحر هذا الحوثي العفاشي الإيراني الذي جاء لغز هذه المدينة يسفر الصبح فتذهب كل هجماتهم أدراق الخيبة والهزيمة والاندحار ويأتي الرد مزلزلا كما هو متوقع من أناس يعشقون الشهادة ويدافعون عن كرامة مدينتهم وليس في جعبتهم سوى النار والبارود نحن الآن في قبل الهان ماسكين في مواقعنا ولن نتزحزح قاعدة المله وقد خرقنا خرق من لا يدله بالرقوع اللحيا منصورا وشهيدا معذورا والشباب صامدين في مواقعهم رغم الضربات المتتالية والقذائف المتتالية التي تصل إلى القبل والحمد لله معنويتهم مرتفعة ولن نبرح أماكننا إلا بالنصر أو الشهادة بإذن الله ثابتين كجب الهان ما وهنوا وما السكانوا وما تزعزعوا عن مواقعهم قيد أنملة أبطال مقاومة الجيش الوطني وبلغة الجبال ثباتا وصمودا وشموخا يتصدون الميليشيات الحوثي والمخلوع ويمرغون أنوفهم بالترابي ووحل الهزيمة عبدالقوي العزاني يمن شباب من جبل الهان تعز قتل قيادي ميداني تابع لميليشي الحوثيين وصالح الانقلابية وأصيب آخرون في معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشي الحوثيين وصالح الانقلابية في قيفة رداع بمحافظة البيضاء وأوضح مصدر في المقاومة أن الميليشي الانقلابية حاولت التوغل باتجاه منطقة العبل شمال شرق مناطق المناسح بقيفة رداع من خلال الدفع بتعزيزات من جهة مناطق قبائل الحدى التابعة لمحافظة ذمر وأكد أن المقاومة الشعبية تصدت للتعزيزات واشتبكت معها بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ الصباح الباكر وحتى لحظة كتابة هذا الخبر وأسفرت عن مقتل قيادي كبير وعدد من الميليشياء بعد أن حاولوا التقدم تحت غطاء قصف كثيف بصواريخ الكاتيوشا والمدافع الثقيلة وعلى صعيد المتصل شنت المقاومة الشعبية هجوما عنيفا على موقع للميليشياء في تبة المجاري والشبه بدار النجد فجر اليوم في مديرية القريشية التابعة لقيفة رداع دعا محافظ صنعاء عبد القوي الشريف مشائخ وأفراد قبائل طوق صنعاء عدم الإنجرار وراء الإنقلابيين وتحويل مناطق الطوق حول العاصمة إلى ساحة للدماء وخلال زيارة له إلى جبهة نهم دعا المحافظ أبناء القوات المسلحة من المغرر بهم في صفوف الميليشيا العودة إلى صفوف الوطن الذي يمضي في دحل المتمردين الإنقلابيين والسعادة العاصمة التي وصفها أنها محتلة وستتحرر بتضحيات أبطال الجيش الوطني نحن أيضا نراهن على أبناء القوات المسلحة الذين لازالوا مغرر بهم ونقول لهم أنتم أبناءنا وأخواننا نراهن أيضا على الأخوان والمشايخ والعقال في طوق صنعان نعرف أنهم حريصين ونتمنى أن لا يجعلوا من طوق صنعان ساحة معارك الطرف الآخر يريد يجر أبناء الشعب اليمني يقاطبه تمدد في الشمال وفي الجنوب المآسي وصلت إلى كل مكان لكن الحمد لله الآن عندنا سبعين في المئة بقى ثلاثين في المئة ونتمنى أن الثلاثين في المئة تنضم إلى السبعين في المئة بدون دماء ويعودوا إلى صوابهم لكنهم لا يريدوا شيء هي ثقافة بالنسبة للقثل ثقافة لهدم المؤسسات على كل حال فرصة سعيدة أننا نتجب أن نكون في هذا اليوم في الجبال العالية على أطراف شمال الضالع حيث أبطال الجيش الوطني والمقاومة الصامدون في وجه ميليشيا تتمركز في الجهة الأخرى بقناصتها الإرهابيين للاسهداف المواطنين في قرية رمى من هناك من موقع عدنة الشامي كاميرا يامن شباب تنقلكم إلى أجواء الميليشيا التي يجري تطويقها في اليمن كله هذا الموقع موقع استراتي تسيطر عليه المقاومة الشعبية تحديدا يقع في شمال محافظة الضالع يطلع على العديد من مواقع الميليشيات من ضمن هذه المواقع موقع ناصة الذي تشاهدونه أمامكم في أخصوره هناك تكمن أو تتمركز قناصة ميليشيا الحوثي وصالح وتقوم بقصف الأحياء السكنية من ضمن هذه القرى قرية رمى وكذلك تقوم بقصف مواقع المقاومة الشعبية كذلك هناك أكثر من موقع تسيطر عليها الميليشيات في هذه المناطق معنا هنا قائد موقع عدنة الشامي الذي يطلعنا أكثر نحن الآن موقع عدنة الشامي المطلع على موقع الصانب موقع المحيب موقع أيضا الشبكة ناصة قرية المعصر هذه الموقع التي تمركز فيها ميليشيات الحوثي ونحن في هذا الموقع الهم نطلع على موقع أيضا المقاومة الشعبية باتجاه شمال محافظة الضالع والبوابة الرئيسية المعسكرة الصدرين هذه الميليشيات تحاول أن تسيطر على هذه المواقع بالتحديد تحاول السيطرة على المواقع بالتحديد كي تتقدم نحو الضالع لأنها تعتبر هذه البوابة الأساسية للدخول للضالع ضمن البوابة الأخرى يعيس فهذا يعتبر محور أساسي فإذا ما سيطروا على هذا الموقع فتكون هناك أنهيار الجبهتين جبهة يعيس وجبهة جبل حمك كون هذا متوسط الموقعين يعني الجبهة الشرقية والغربية لمحافظة الضالع إذن مشاهدين الكرام كما شاهدتم نحن في هذا المكان قبل قليل كانت قد حدثت اشتباكات متقطعة هذا المكان هو مكان حذر الميليشيات دائما ما تقوم بعملية القنص سواء للمارة أو لكل ما يتحرك على الأرض تكمن أهمية هذه المواقع كونها خط الدفاع أو خط الحماية لمواقع المقاومة التي هي في عيس وغيرها من موقع عدنة الشامن شمال الضالع عبد العزيز الليف يمن شباب قتل جندياني وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغم أرضي استهدف دورية لقوات الحزام الأمني في منطقة بير أحمد غرب مدينة عدن وقال مصدر أمني بأن دورية الأمنية كانت في مهامها الأمنية غرب المدينة وأدى انفجار اللغم لتدميرها وسقوط الجنود قتلى وجرحة بلا مقدمات معاناة مرضى الفشل الكلوي في الحديدة تتجاوز الوصف وليكم تقريرا عن أحوالهم في المحافظة التي يكدح أهلها في البؤس فيما يسأثر المخلوع والحثيون ومنظومة فاسده بكل الثروات وعائدات الحديدة وأراضيها ومزارعها وبحرها ومينائها على قارعة الموت يترقب هؤلاء الضعفاء مصيرهم المجهولة بصمت وعلى هذه الأسرة يصارع مرضى الفشل الكلوي من أجل البقاء في خضم المعاناة التي تغرق مدينة الحديدة غربي اليمن ويضرب نحو ستمائة مريض بالفشل الكلوي في هذه المدينة المنكوبة موعدا مع الموت جراء النفاذ المتكرر لمادة الديزل في المولد الخاص بمركز الغسيل الوحيد في المدينة التي تفتقد الكهرباء بشدة ما يضع حياة هؤلاء على شفاجر في نهار لم تكن هذه الضربة الوحيدة فالمؤشرات التي تنذر بنفاذ المحال للطبية تزيد من مخاوف المرضى مع انهيار صيدليتهم الخاوية لترتقي المعاناة إلى كارثة كبرى يغفلها المسؤولون المحليون ودعاة حقوق الإنسان المسيطة أنهم معنا مدير والله إيمانا لا يتفهم مع أحد ولا نحصله حتى بالمركز المركز مدهور لا علاقة لا أنها يعلم كيفات لا يجي لا العلاقة لا يجي لدي أي حاجة أن المرضى يعانوا كلهم يفترش المئات من هؤلاء أرصفة المدينة القريبة من مركز علاجهم ينتظرون دورهم في الغسل بصمت ويواجهون مرضهم في ظل حرارة الصيف وغياب الكهرباء بآمال بالية واستغاثات تنطق بها عيونهم ولا يراها الناس أقولنا أن نفعل الخير أن يدعمون بهذه الأدوات أن نقافح على أنفسنا ونقوم بحياتنا مثلما الآخرين نحن صح مرضانين بس نقدر نقدر عملنا ونقدر ما نستطيع ولأن هؤلاء الضعفاء لا ينتمون لجماعة سياسية أو سلالة مقدسة لا تسمع نداءاتهم والسغاثاتهم المتكررة فأرواحهم التي باتت في مهب الموت لا تجد حتى من يقلق على فنائها حتى أنهم لا يجدون من ينتزع المال كمجهود إغاثي لمعاناتهم هنا تنتزع هذه الأم نسمة الهواء في مدينة تقتلها حرارة الصيف وتغييب الكهرباء وينمح العابر في وجه هذا الشيخ شرال الغضب ومرارة العجز عن مقاومة المرض في ظل ظروف كارثية فرضتها الحرب وانهيار الدولة اليمنية أعلن الرئيس الدوري للهيئة الكويتية اليمنية للإغاثة شوقي عبد العظيم عن تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دولار لإغاثة مدينة تعز بشكل أولي لخصوص محافظتي أبيا وتعز أبيا بمناسبة تحريرها وتعز بمناسبة فتح الطرق نحن لدينا تدخل بمبلغ ما يقارب من ثلاثة مليون دولار ما زلنا في عملية تنفيذها سواء كان في مجال المياه أو في مجال الغذاء أو في مجال الإيواء فلدينا مبلغ أكثر من ثلاثة مليون دولار خاصة بمحافظة تعز بدأنا بتدشين بعض المشاريع في الفترة الماضية سيتم إن شاء الله تبارك وتعالى الترتيب لعملية التدخلات في المبالغ المتبقية لمحافظة تعز مشاهدين ختام النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها الجيش والمقاومة بتعز يواصلان التقدم بجبهة شمال وغرب المدينة ومصرع قيادين حودي وعدد من عناصر الميليشيا مقتل قيادي من ميليشيا الحوثيين في معارك شرسة في البيضاء محافظ صنعاء يدعو قبائل طوق العاصمة إلى عدم الإنجرار وراء الإنقلابيين لتحويل مناطقهم ساحة دماء إذا مشاهدين كان هذا كل ما لدينا في نشرة اليوم أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر